من رفح ورحب بمراسل التلفزيون العربي صالح النطور أهلا بك صالح ضعنا في آخر المستجدات فيما يتعلق بهذه الأحزمة نارية التي استهدفت محيط جسر الوادي ومباني في مدينة الزهراء ولكن أيضا استهدفات طاولت مناطق في خان يونس وفي حي زيتون نعم كان ذلك بعد منتصف هذه الليلة ما تحدثنا عن الساعة الأخيرة لم نرصد غرات جديدة لكن بعد منتصف هذه الليلة بنحو ساعة إلى ساعتين تكثفت هذه الغرات في مناطق وسط قطع غزة مرة أخرى وهذا الأمر امتداد لأيام مضت من عمليات القصف المتواصلة على مختلف مناطق المنطقة الوسطى والمحافظة الوسطى سواء في مخيم المغازي أو في النصيرات أو في دير البلح أو مناطق البريج والمغراقة والزهراء هذه مناطق تقع في مناطق الوسط وتتعرض لعمليات قصف متواصلة آخر ما حدث هذه الليلة أحزمة نارية في محيط وادي غزة وهو منطقة تقع إلى الشرق من المنطقة الوسطى وكان هذه المنطقة ممرا لأنزوح في بداية عملية الفصل بين مناطق الوسط ومناطق الشمال ومدينة غزة إلى حين أن تم نقل ما يعرف بالطريق الآمن كما تدعي إسرائيل إلى شارع الرشيد الساحلي في المنطقة الغربية هذا الشارع شارع صلاح الدين الذي يقع فيه جسر وادي غزة يتعرض محيطه كما قلنا بعد منتصف هذه الليلة لعمليات قصف وغارات جوية إسرائيلية طاولت مناطق الزراعية في محيط المنطقة المستهدفة أيضا بالإضافة إلى المنطقة الغربية من وادي غزة الشمال الغربي من منطقة وسط قطاع غزة وكذلك أيضا تعرض لعمليات قصف مدفعي واستهداف لمناطق فيه نوعا ما مباني عمرانية كأبراج سكانية في مناطق الزهراء ومدينة الأمل السكنية حيث تستهدف هذه المناطق منذ عدة أيام وغارات جوية إسرائيلية وكذلك قصف من قبل مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أضرار هذه الاستهدافات عادة تتضح أكثر مع ساعات الصباح إن تمكن البعض من ملاحظة ما يمكن شاهدته عن بعد لأن هذه المناطق الآن مع عمليات القصف وقرب القوات الإسرائيلية منها يكون الوصول إليها صعب خاصة نتحدث عن مناطق شمال مخيم النصيرات في منطقة الزهراء وهذه المناطق فيها خطورة من الوصول إليها وبالتالي معرفة ما هي الأماكن المستهدفة يكون فيه نوع من الصعوبة لكن أحيانا تتضح أكثر الأماكن المستهدفة مع ساعات الصباح أما في مدينة خانيونس التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لا تزال المشاهد تخرج منها مشاهد صعبة وقاسية فيما يتعلق بتدمير الأحياء السكنية مختلفة ومع ذلك ورغم هذا الانسحاب الإسرائيلي والدمار الهائل لكن ما تزال هذه المدينة تتعرض لعمليات قصف جوي حتى ما أعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه انتهى من عملياته في مدينة غزة وفي مدينة خانيونس ويقصد فيما يتعلق بتواجد هذه القوات البرية لكن لا توجد هناك منطقة انسحب منها جيش الاحتلال إلا وتتعرض لعمليات قصف جوي من قبل المسيرات الحربية الإسرائيلية والطائرات حربية إسرائيلية تقصف ما بين فترة أخرى مثل هذه المناطق ويخشى كذلك أن تعاود هذه القوات الإسرائيلية وهذه الآليات الدخول إلى المناطق التي انسحبت منها وهذا حدث في مدينة غزة أكثر من مرة في مناطق جنوب شرق مدينة خانيونس منطقة الفخاري كانت آخر هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منزل في حي العمور وهو واحد من الأحياء التي تعرضت بشكل كبير لدمار هائل من قبل القوات الإسرائيلية التي تواغلت في مناطق شرق خانيونس وفي كثير من الأحياء السكنية وحولت كثير منها إلى مجرد أكوام من الركام والخراب بفعل عنف الغارات الإسرائيلية والتدمير وعمليات النسف المتواصلة كانت على طول هذه المناطق الشرقية من المدينة أما فيما يتعلق برفح فكانت هناك غارة إسرائيلية على المنطقة الشرقية منها لكن كان الاستهداف لأرض زراعية هناك أضرار في المقابل لم يسجل أي سقوط لضحايا في هذا القصف الإسرائيلي الأخير على هذه المدينة صالح النطور شكرا جزيلا لك حدثتنا مباشرة من رفح